ينصبون أنفسهم للمصالحة وهم غير أهل لها ولا يعرفون أحكامها الشرية ويعتقدون أن هذا ينطلي على عوام الناس وأن هؤلاء ناس مصالحون ومسالمون ويريدونها الخير لا بالعكس هؤلاء يريدون الشر ولا يريدونها الخير لأن من يريد أن يعمل صلح مخالف لأحكام الله ولشرع الله هذا معتدي معتدي على الله ومعتدي على أحكام الله وعلى رسول الله ومعتدي على المسلمين وهو يعمل ما يضر بهم يجب أن يكف عن هذا ويجب عن الناس أن يكفوه عن هذا ولا يسمحوا له بأن يفعل مثل هذه الأعمال أنتم ترون أن مزال يحنون إلى الاستبداد هذا العمل الرئاسي ولا غير في مصالحة ثم بعد ذلك يعتذر لناس لم يخفوا حتى حقدهم وغيظهم على ما وصل إليه ناس من هذه الحرية ومن هذا الكلام ومن هذا الوضع الذي نحن فيه والتنفس هذا الذي وجدناه هم لا يريدونه يريدون أن يرجعوا بنا حتى وصل بهم الأمر إلى أن ينكروا حتى النشيد الوطني وامتنوا عن الدخول لما سمي مصالحة احتجاجا على النشيد الوطن وإحتجاجا على عالم ليبيا له وعالم الاستقلال كل هذا الضرب بعرض الحائط ويحنون إلى الاستبداد وإلى القمع وأن يتولى علينا من حكمنا 40 سنة واحد مثله يعني يتولى علينا شخص مثل من حكمنا 40 سنة وهذا يعني هو الذي يريدونه بهذه المصالحة وللأسف من يقومون بالمصالحة مش يعني انتفضوا وغضبوا لكرامتهم وكرامة ما وصله الناس من حرية ومن احترام ومن هذا التصرف لحصن هؤلاء الناس من يحتجوا على العلم ويحتجوا على بدل أن يوبخوهم ويحقروهم يقولوا مرجعوا إلى رشدكم وأنتم نظنكم أنكم يعني تريدون الخيل للبلد لكن يبدو أنكم لازلتم في إصرار شديد على الظلم وعلى القمع وتريدون الاستبداد والقهر بدل ما يوبخوهم وبينوهم الحقيقة للأسف احتذروا لهم وقالوا والله للأسف أنهم يعني ما يبوش يخشوا ومعترضوا على النشيد إلغي النشيد يا رئاسي باش نعرفوك أنت والمطرحك إلغي النشيد والغي والغي العلم والغي كده ونضموا أنتم إلى حافتة هو حافتة هو ما زال ما صرحش موصولش إلى هذا الحد جعل ما صرحش بالعلم وما صرحش بالنشيد وأنتم صرحتوا به فأنتم سبكتوا بخطوات أنتم يعني الملكي أكتم من الملك فهذا كل يدخل في باب العمالة وبيع البلد لأعدائها نتمنى أن الناس ألا يستمر صمتهم وسكتهم على هذا التخاذ المسؤولين عندنا وأن يخرجوا بأعداد كبيرة بحيث يضعون الأمور في نصابها لا يسمح لهم بالاستمرار والتمادي هذا لا يرضى بأحد لأنهم الآن وصلوا يعني في ثوابت وصلوا في اللحم الحي زي ما يقولوا لا يريدون عالم استقلال ولا يريدون نشير بأي ماذا تريدون تريدون أن مجزرة موسليم والإيدز والمشعار فادي والمصائب لي يعني الواحد يبقى يمشي يهرب في مكنسة من السعودية باش يحصل مكنسة يكنس بها حوشة ما زلت تحنوا للتمانيات الناس كان يمشي يحصل الفرصة يخرج تلقى جايب على كتافها وحدة ينسف بها حوشة مكنسة أولا من الساحة إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة وصل الوضع بالبلد في الحاجة والافتقار والذل إلى حتى مكنسة أصبح عملة صعبة عندها هذا اللي تريدون هو أن يرجع إلينا الناس يفرطون التفريط هذا أنا لا ألوم من يفعل هذا لأنهم عبروا عن أنفسهم وعبروا أنهم لا يريدون انتقال ولا يريدون حرية ويحنوا إلى الاستبداد لكن أهل فبراير يجب أن ينتفضوا ويضعوا حد لهذه المهازن شكرا